مفيش حد هيجي انكزك لازم تنكز نفسك دي حاجة يكون لازم نسمحها النهاردة قبل بكرة مبارح قبل النهاردة حاجة لازم دايما 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 نكون حطنها في مخينا وفي اعتبارنا وتكون بنستخدمها كحافز أو كدافع لقدامي يعني ايه مفيش حد هيجي انكزك كده كده نحن عارفين في الأول وآخر مفيش حد هيجي يساعدك وانكزك ولكن بحيث انه كتير قوي على الا الا انا شخصيا كنت مكون متخيل في الاوقات الصعبة او الاوقات اللي وحشة او في الزنقة انه عادي وفي الاول وفي الااكر حد هيجي انكزني ما عرفش ازاي ما عرفش اللي يحصل بس حد يعني حاجة حاجة هتجي تنحقني ولكن الحقيقي ان لا فيش حد هيجي فيش حاجة هتجي تنكز غير نفسك ليه بقولوكو كده كتير قوي في حياتنا هنتحط في مواقف صعبة وفي اوقات صعبة اوقات سخيفة جدا تتزنق تتزنق ويكون وحش قوي يعني الحالة دي والوقات دي هتجي لك مهما عملت ايه مهما انت بتحاول قد ايه الموقف ده هيجي وصعب قوي تتجنبه ولكن الموقف ده مش ضرور يكون وحش بالعكس الموقف ده ممكن يكون احسن حاجة حصلت في حياتك فعلا 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 هم سيقولوكو ازاي فتفتح كلام كده انا مش كاتب ايه شي من انا بقولها انا باكلمكم من القلب باكلمكم من تجربتي باكلمكم من اللي انا بفكر فيه حاليا الموقف دي بتيجي ممكن تكون اه اتزنقت مثلا معكش فلوس ممكن تكون اتخانقت مع صاحبتك ولسه مفاركشين او خطبتك او مراتك او اي حاجة اي حاجة انت لسه معدي في حالة مش كويسة ومزنوق وحالتك نفسية وحشة يما هتتحط ان انت تتزنق في الحالة دي ومتتلعش منها وتعط تقول نفسك ليه انا وقف وتعط تفكر في اللي كان وقف بابا وكنت لو كنت عملت كده لو ما كنتش عملت كده وتعط تعيد وتزيد في نفس الافكار دي يما هتلاحظ ان خلاص هو ده الامر الواقع اللي انا فيه الوقتي انا دلوقتي هنا ولو عدت فكر في اللي حصل ولو عدت فكر في اللي كان هفضل هنا ومفيش اي حاجة هتتغير وده وعد ممكن مع الوقت اول وجع يقل شوية ولكن لو انت قاعد بتفكر فتاع لو عدت فكر برضو لسه اللي حصل اللي حصل اللي حصل كان زي ما انت ما بتعملش حاجة او عدت تقول نفسك انا كنت عامل وكنتش عامل ويريتني كنت خلاص ولكن بقى في الناحية التانية الطريقة التانية بقى ان الحاجة اللي يحشى دي ممكن تكون اكتر دافع لك لقدام الحاجة انت مش متخيلها وده الحمد لله اللي انا بحاول اعمله دلوقتي في حياتي زي ما انت شايفين ممكن تزاكل دي الفكرة لو انا مثلا اعديكم اجزامبل سريع بسيط جدا دلوقتي انا مثلا مش عارف ازيد وزن بقول لكم حاجة اللي ادعو بالجيم بس ممكن تفكر فيها بقى اي حاجة انا دلوقتي عايل رفيع مش عارف هزيد ودنا ليه مش بعرف هزيد ليه انا مش عارف ليه مهما اكلت مش عارف كل اكتر زي ما ريتش بيانا كان بيقول كل اكتر فالحل ايه؟ ما عندك الحل انما لو عادت تقول ليه انا واذا مش عارف ومش عارف ايه عمرك مفيه حاجة تغير فيما مثلا بيقول nothing changes if nothing changes يعني ايه؟ ما فيش حاجة هتتغير ما فيش حاجة تغير فالحل انت تاخد اول خطوة لقدام وتطلع نفسك انت من الحالة اللي انت فيها بنفسك لكي محدش اعملها لك فيه الناس ممكن تيجي تساعدك وتقول لك اه ممكن تعمل كذا وكذا وتديك نصايح كما انا بعمل لوقت لك انا مش هنقذك على فكرة انا مستحيل اعمل لك حاجة انا مش معاك ولا انه مش وراك ولا حد همش وراك ويعد يساعدك انت مخلاص كبير انا على فهمين واحنا زرائرين اه مستحيل تنقذك هتلاقي حد هنشيلك دلوقتي محدش عايزيلك انت مع نفسك وحاجة تلحق نفسك فما متعودش ت determine انت تحسن مع الوقت ومش عارب اعمل oste القرارات واعمل الخليaaaa بعيد عن خلال الخليике السída فعلا فعلا انا من حياتك تحكم باني نسبة كبيرة في حياتك انت متحكم في حاجات كتير قوي في حياتك اوقات تصل لمرحلة تتأخرت قوي ان انت تاخد حاجة تغييرها يعني مثلا متضايق قوي دلوقتي عشان رجليك كسرت قول اه دلوقتي حان رجليك مكسورة دي مش في ايدك قوي ولكن اللي كان في ايدك الحاجات اللي عملتها اللي وصلتك ان انت رجليك تتكسر تعم حاجة؟ طبعا ده مثل فكت تطبق على حاجات كتير قوي انا متضايق دلوقتي عشان اخسارة صاحبتي سابتني انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده انت تتأذي بالشكل ده انا متضايق قوي ان انا الخين دلوقتي انت اللي وصلت له ده لازم ترجع بقى الورا كده ايه اللي كان في ايدي انا ان انا موصلش للمرحلة دي والقدام اتعلمت ايه من دي عشان انا متضايق نفسي في الموقف ده تاني ومحتاج اعمل ايه دلوقتي حالا عشان اطلع منه ايه ايه اول خطوة تتعطيش تفكر انا محتاج اعمل واحد من انت لتربعة خمسة سبعة اول حاجة ايه نفس نفست حلو انا قدام عايز اكون اعملت كده عندك اهداف والحاجات دي هتكون حافظ ليك وموتوباشن ولكن دلوقتي حالا محتاج اعمل ايه اول خطوة ايه اول خطوة اللي ممكن اخدها دلوقتي حالا ايه تتعام حاجة زي مثلا اديكم مسألة تاني عايز دلوقتي ابتدي انزل فيديوهات على يوتيوب او انستجرام او سوشيال ميديا او عايز ابقى كوتش او عايز ابقى مدرس هل هعد افكر طيب انا هسمي القناة ايه وبعد كده محتاج اجيب تليفون اصور بي ولا هجيب كاميرا وعايز اعمل مش عارف ايه وهنزل فيديوهات الزيوم ايه وهنزل ايه ولا انت اصلا ما عندكش الابقى انت اصلا ما عندكش الابقى انا كامير او خطوه ممكن ان تخفيها دلوقتي حيلا فى حياتك كوان تطلعها من انت في دلوقتي من دقيقك اعملها ما تفكرش خطوة التانية اعمل او الخطوة اما انت اذهب معاً دلوقتي اعمل خطوة تانية تهم اثنية ارد من انت دلوقتي حيلا اعملها اخرى انت دلوقتي حيلا اعمل حسناك ممكن تعمله لكي تطلع منه و اعمله ليس ثاني شيء ادلقت حال مفلس لماذا مفلس ماذا ممكن تعمله لكي تطلع منه تخين ماذا ممكن تعمله لكي تطلع منه فاهمين لو اقفل عليكم و اشتور عليكم اريد ان اعطيكم التحفيز في 10 دقيقة فقط ثلاث حاجات ماذا ماذا هي الحاجة اللي مدقيقاني دلوقتي حالا عندي الحاجة دي ماهيه اللي وصلني لده ماهيه اللي وصلني لأي اكون في الحالة تلوقتي حالا و كده كانت تعرفين قوال ثالث حاجةMمكن اعمله علشان اطلع منه لو حاجة واحدة بس يعني كويس يكون عندك حاجات كتيرة ممكن تعملها حلو ولكن لو هتختار حاجة واحدة بس ممكن تعملها دلوقتي حالا تطلعك منها بم ثاني فهه عايزكم تعملون ثلاث حاجات تشوفوا ايه اللي مضايقكم تعرفوا ايه اللي وصلكوا لي ايه اللي ممكن يطلعكم منه والقدام بقى ممكن تفكروا ماشي انا تعلمت ايه من الحالة ايه اللي مضايقني ده اتعلمت ايه من اللي انا وصلني لي اتعلمت ايه من المحاولة انا اصلع منه ولو حاولت اطلع منه وفشلت مش مشكلة حاولت تجرب تاني و تجرب تالي و تجرب رابع حاولت محدش مش بيفشل على فكرة محدش بجيبها انا اول مرة على الاقل حاولت ودي الواحدة اصلا هترفع معنا وياتك صدقني ايه لو قايت الوحشة مش حاجة مش ضرورة تكون حاجة وحشة بالعكس ممكن تكون احسن حاجة حصلت في حياتك ده وعد مني ده وعد 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 واللي امتبعني ويتابع الرحلة ويتابع كل حيات اللي اعدي فيها عارف ان انا دايما بعد اوحش وقت بوصل الاحسن وقت والحمد لله كده كده كل حاجة بإذن ربنا بس لازم تاخد اول خطر تحرق مستناش متعالش استنى على غير بكرة وبعد اعمل حاجة اعمل لو حاجة واحدة بس اعملها تمام؟ عادة الزنقة دي بتكون احسن حاجة تحصل لك صدق هقفل معاكم بسرعة جدا اقول لكم حاجة لديزة كده التيشرت اللي لابسه كل حاجة بلبسها من الانتلس ايرن اللينك في البيو اي بروتين باخده اي بري ووركاوت باخده من افولف وي كود في البيو اريدين اي حاجة من الحاجتين دول الكود عمر عشرة اطلب منكم تعمله لو استفدتوا اقفلوا الصفحة دي اكتبوا لي انتفاشل ومشي لو استفدتوا اي حاجة اي فكرة نبيفة اي فكرة كويسة اطلب منكم تعملوا تعملوا لايك تعملوا عندي اخبار كبيرة اوي جاية في الفترة الجاية ان شاء الله اعملوا اول خطوة